في محاولة لتجاوز عقبات تنظيم مؤتمر للسلام في جناف بالشأن سوريا عقد 11 بلدا عربيا وغربيا من مجموعة أصدقاء سوريا اجتماعا في لندن وهو اجتماع يعد استكمالا للقاءات في باريس عقدت يوم الاثنين وتبذل مساعا لتشجيع المعارضة السورية على تبني موقف موحد تجاه المشاركة في مؤتمر جناف وتقول فرنسا أن الهدف من اجتماع لندن هو التحدث بشأن معايير عملية انتقالية حقيقية في سوريا والتي لا يمكن فيها لرئيس السوري بشار الأسد لعب أي دور وفيما يرى الاتلاف الوطني السوري المعارض برئاسة أحمد الجربة والمعارضة مجتمعة بإدراج بندن يخص تنحي الأسد على جدول الأعمال يرى رئيس المجلس الوطني السوري جورج سابرا أن أي عملية انتقالية تتطلب أولا وقفا للمعارك وكان الأسد صرح يوم الاثنين خلال مقابلة تلفزيونية أن شروط مؤتمر جناف غير متوافرة معلناً إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية العام المقبل